يظل الشرق الأوسط والمنطقة العربية بما تضمه من أزمات محل اهتمام قادة الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا التي تنتخب رئيسا جديدا من بين مرشح الوسط إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان المرشح الأوفر وحظا حسب استطلاعات الرأي إيمانويل ماكرون أبدى الكثير من الاهتمام بالأزمة السورية معلنا أنه لا مكان للأسد في سوريا بل وأعلن أن باريس مع التدخل العسكري ضد نظام الأسد خاصة بعد استخدامه الأسلحة الكيموية في خانشيخون كما صرح ماكرون بأنه سيحارب الإرهاب حتى لو اضطره الأمر إلى خوض حرب في سوريا والعراق أما منافسته مارين لوبان فقد أعلنت دعمها لبقاء بشار الأسد رئيسا للبلاد غير مكترثة بكمية المذابح التي أوقعها بالملايين من أبناء الشعب السوري مشيرة إلى أن بقاء الأسد في السلطة يمثل حلا مطمئنا لفرنسا أما على صعيد قضية الصحراء المغربية فإن النجاح ماكرون للوصول إلى قصر الإليزي سيشكل استمرارا للسياسة الفرنسية إزاء هذا الملف حيث تعد باريس من أهم مساندي المغرب في قضية وحدته الترابية وتأييدها مبادرة الحكم الذاتي التي كان قد تقدم بها المغرب منذ عام 2007 بينما لا يتوقع موقف كهذا من قبل لوبين وبينما يتوجه قرابة 47 مليون فرنسي إلى صندوق الاقتراع للاختيار بين ماكرون ولوبين ومن بينهم ما يقدر بمليون ناخب من ذوي الأصول العربية تعكس استطلاعات الرأي اصطفاف الفرنسيين من أصول عربية خلف ماكرون ليس لأنه بالضرورة خير من يدافع عن مصالحهم ولكن إضعافا لجبهة لوبين حسن فودة الإخبارية